عرب إسرائيل وصلوا إلى مستويات عالية جدا ومع كل هذا مع كل الحرية الموجودة طبعا بيضل في التمييز العنصري دايما الإحساس أنك أنت يعني درجة تانية فالمظاهرات اللي حدست في إسرائيل مثلا أغلب شباب العرب كلهم ضرب رصاص في بلدنا 18 شاب قال الجليل كلهم ضرب رصاص بالرجلين طبعا في يهود متطرفين كمان عملوا مظاهرات وحرقوا وضربوا وقتلوا بس ما شفنا اعتقالات هذا مشمولات الوضع العام لأنه في نقطة مهمة كمان في يهود مؤمنين في البلاد في إسرائيل وعددهم كبير بس في يهود علمانيين كمان ومن هؤلاء اليهود العلمانيين عم بي عم بي فعلا بقاوم الحكومة اكتر احنا بشوفناش مظاهرات فلسطينية ما تطلع ضد حماس تقول اللي بتعملوا غلط مثلا بتلاقي مظاهرات يهودية بتطلع بشكل علني بعرضوا حياتهم لأي مقاومة بحيث انه يتظاهروا حتى انه يقاوموا الحكومة أنا بتكلم على يهود ضد يهود موضوع معقد فأنا اللي عم بشوفه على صفحات الفيسبوك ناس نازلة بالمجموعة هاي وناس تانية بالمجموعة الأخرى ما تتحيزوا ما تأخذ احنا لما سأل يشوع ملاك الرب انت مع مين راحين يحتلوا أرض كنعان أريحة قالوا لملاك انت مع مين قالوا أنا ملاك الرب أنا مش مع أي إنسان الحرب هي للرب والأرض هي للرب فالله مش بيخاوز بيخاوز مع شاب ضد شعب آخر آه في توقيت إلهي وقضاء إلهي على شعوب بس في توقيته انتو أنا مش ديان ولا وظيفتي أكون ديان فمشان هيك أحبائي الوضع عم بزداد تعقيد وعم بزداد كراهية والكراهية مرض وصم قاتل والكراهية عم تتفشى في كل مكان وهي الظهرة كيف ممكن نتغلب عليها كيف ممكن نحاربها وهذا اللي أنا رايح أتكلم عنه انتظروني راح أرجع بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة